سل المضيق عن الأبطال إذ عبروا تاريخهم لذوي الألباب معتبروا لله درهم نور الهدى حملوا والعدل بين عباد الله قد نشروا بلانسيا هي إحدى حواضر الأندلس وتقع في الجنوب الشرقي لإسبانيا على بعد 490 كم من مدريد وهي اليوم الثالث أعظم المدن الإسبانية بعد مدريد وبرشلونة ويحدها من الشمال مدينة ترطوشة ومن الجنوب مرسية ومن الشرق البحر المتوسط ومن الغرب مدينة طليطلة وهي مدينة برية بحرية ذات أشجار وأنهار كانت تعرف قديما بمدينة التراب كان أول ولاة الأندلس بعد موسى بن نصير ابنه عبد العزيز وظلت الأندلس بكل مدنها ومقاطعاتها ولاية واحدة عاصمتها إشبيليا حتى سقوط الخلافة الأموية بالأندلس وفي العام 636 من الهجرة سقطت بلانسيا بيد النصارى بعد أن ظلت بلانسيا خمسة قرون وربع القرن تحت حكم المسلمين من أشهر علماء بلانسيا البطل يوسي عبد الله بن محمد الإمام اللغوي الأديب كان متبحرا في اللغة والأدب وهو صاحب كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ومن علماء بلانسيا أبو الحسين البلانسي سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري الإمام الفقيه المحدث سافر الكثير حتى وصل إلى الصين وانتسب إليها وتوفي ببغداد وهو من شيوخ الإمام ابن عساكر وابن الجوزي وابن السمعاني وغيرهم ومن علمائها ابن الدباغ يوسف بن عبد العزيز الإمام المؤرخ كان محدث الأندلس في عصره صاحب كتاب طبقات المحدثين والفقهاء ومن علمائها ابن غطوس محمد بن عبد الله الأنصاري ناسخ أندلسي من بلانسيا انفرد في وقته بالبراعة في كتابة المصاحف ويقال إنه كتب ألف مصحف تنافس فيها الملوك وكبار الناس ومن علمائها ابن الأببار محمد بن عبد الله الإمام الأديب المؤرخ ولد ببلانسيا رحل عنها لما احتلها الإفرنج واستقر بتونس وهو صاحب كتاب التكملة لكتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر